أهلا بكم مرة تانية مشاهدين الكرام كاملين معكم فقرات هذا الصباح طبعا لا حديث يعلو على حديث الكورونا والتدعيات اللي ألقت بظلالها على كل المجالات في العالم وطبعا من هذه المجالات اللي تأثرت بهذا الوباء وهذه الجائحة الرياضة الرياضة توقفت أو شبهة أو يتكاد تكون توقفت بالكامل في جميع أنحاء العالم طبعا من رياضة كرة القدم وهي اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم توقفت تماما حنتعرف دلوقتي على التدعيات اللي ألقت بظلالها هذه الجائحة على كرة القدم خصوصا إن المجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم استغل فترة التوقف لهذه اللعبة الجماهرية حول العالم وقام ببعض التعديلات حنتعرف على هذه التعديلات معنا دلوقتي النقد الرياضي الكاتب الصحفي الأستاذ طارق رمضان أستاذ طارق صباح خير وأهلا بك فاندوم مشرفة صباح خير مجلس الاتحاد الدولي كرة القدم أصدر مجموعة من التعديلات على كرة القدم وعلى قوانين ولعبة كرة القدم خلينا نبتدي مع تعديل تعديل وحضرتك شايف أهمية كل تعديل أهم تعديل من وجهة نظر حضرتك أجري في هذه التعديلات وحنتكلم على تعديل تعديل بصوا يعني يمكن الأبرز وتعديل العلاقة ما بين اللعب وما بين النادي وما بين النادي وما بين الاتحاد في عملية مد العقود أو فسخ العقود أو التصرف العقد إذا كان اللعب فضله ست شهور على أنه يسيب النادي أو عايز يسيب النادي فالتعديل ده بيحدد العلاقة بشكل واضح ما بين الاندية وما بين لعبة حتى إحنا عندنا في مصر هنا في أكثر من مشكلة دائرة ما بين اللعبين وما بين الاندية كل موسم انتقالات لازم يحصل وإحنا طبيعي ولسه ما كناش في موسم انتقالات من أبلها يعني ناس عودة بتنتيش وناس عودة لسه بتنتيش وفي مفاوضات تجديد واحد يمضي لناديين واحد يمضي لناديين فبالتالي انت هنا قدام تعديل ان الفيفا بيدي للنادي صاحب العقد اللي هو الأصل يعني اللي هو زي ملحق الشفا أو الأولوية يعني لو فيه اللاعب عقده هينتيه يبقى الأولوية للنادي اللي هو معاه العقد فبيبدأوا المفاوضات من هنا يعني لو انت كلاعب جالك عرض من برة بس هنا الأولوية للنادي بتاعك لو هو راغب في تعديل أو في مد العقد طب لو هو راغب بس اللاعب مش راغب لما فيش اتفاق ما بين الاثنين ما بين النادي وما بين اللعب بيتم فسخ العقد او بيتم التراضي في انك تمشي تسيب النادي الفيفا بيتكلم على حالة التراضي ان انت لو جالك عرض برا وعرض من ناديك الاولوية في التفاوض والاولوية في القرار بيبقى العقد اللي هو للنادي بتاعك لكن انتو الاثنين ما اتفقتوش هو خلي بالك في تعديلات التلاتة سواء مد العقد او سواء فتح باب القيد او سواء الجاد قوة قاهرة بتمنع المسابقة من الاستمرار التلاتة دول اللي هو اهم التعديلات اللي عملها في الوثيقة بتاعته هو بيحترم او بيفضل دائما الرغبة في الاتفاقيات والرغبة مع اللاعب ان اللاعب يظل اللاعب مستمر او يظل اللاعب مستمر فبالتالي تعديل العقد او مد العقد ده هو اهم تعديل من التعديلات التلاتة كمان التعديل ده بيخليك تقول ان هو مش هيبقى فيه في اليام اللي جاية طبعا ايه انا ما بكلمش عن مص يعني بلاش احنا انا بكلم على العالم كله اللي هو خلاص المشاط توقف فيه خسائر مالية فادحة انخفاض في القيمة التسوقية لللاعبين الكبار يعني احنا النهاردة هتلاقي ميسي فقط مثلا 80 مليون يورو هتلاقي محمد صلاح فقط 30 مليون جنيه سترليني ماني فقط 30 مليون جنيه سترليني كين فقط 29 مليون جنيه سترليني يعني انت بتتكلم في ارقام مفقودة من القيمة التسوقية لللاعبين لكن الفترة الجاية دي عشان كده الفيفا بيتكلم في مد العقدة او عدم مد العقدة او الاتفاق ما بين اللاعبين وما بين الاندية هتلاقي لعبه كتير جدا ده خلال الفترة دي بسبب الجائحة الفترة دي بسبب كورونا وهتلاقي في الفترة الجاية حتى بعد انتهاء الكورونا هتلاقي ان تعديلات الفيفا كمان او تعديلات العقود اللي هتعملها الاندية على عقود لعبيها هتلاقي كتير جدا يعني انت مش هتسمع بقى ارقام ان لعب يتفاوض معناه يعني مثلا مش هتلاقي لعبه كبار في دور انجليزي او دور ايطالي او دور فرنسي كانوا بيتكلموا انهم هينتقلوا مثلا لفرق تانية مش هتلاقي ان خلاص كل واحد هيحاول على مدى السنة الجاية اللي هي 2021 الاستقرار في ناديه لانه مش هيلاقي نادي تاني يعرض عليه عرض اعلى يعني انت حتة العقود دلوقتي انه هتلاقي مثلا يقولك ريال مدريد عرض على مبابي او عرض على صلاح او عرض على جالس بيل انه هو يبقى معاه مثلا او صلاح ينتقلي او مبابي ينتقليه ب300 مليون يورو مثلا مش هتلاقي الرقم ده هتلاقي كل اللعيبة بتحافظ على اماكنها في اندياتها لانها مش هتلاقي عرض اقوى من اللي جايله منه عشان كده هو احقان حريص على كلمة الاتفاق ما بين اللعبين وبين الدور تمام ايضا فيه تعديل اخر بخصوص اللي هو يعني لما يضع او تأيي تسجيل هدف باليد او بلمسة يد غير مقصودة كانت قبل كده بتحتسب هل التعديلات ده تعديلات في قانون الكورة يعني ده تعديلات هو عملها في قانون الكورة من بداية المسابقات اللي هي المدافع والمهاجم طب من لو جات لمسة يد المهاجم او للمهاجم ده تعديلات في حكم التحكيم بتاع التحاد يعني بتاع اللعبة نفسها وده تعديلات كتير جدا احنا شفناها في الماتشاط اللي هي كانت بتشتغل لكن اهم التعديلات اللي هو حطها في الوثيقة اللي هو طلحها الاسبوع اللي فات اللي خاصة بكورونا بالذات ويمكن هو كان حاطط على الكافرينج بتاع الوثيقة ان ده خاص بكورونا وحتى في المقدمة بتاعته بيتكلم على تأثيرات كورونا على اللعبة وعلى تأثيرات كورونا على مستقبل اللعبين ومستقبل المسابقات هو في التعديل التالت بتاع المسابقات قالك من كل التحاد هو حر في تحديد المسابقة بتاعته يعني هو شايف انه عايز يكملها يكملها عايز يلغي يلغيها عايز يأجلها يأجلها هنا مدام أتكلم على تعديل المسابقات بين الإلغاء وبين الوجوب أنه يلعب أو ما يلعبش اضطر يعدل فترة القيد يعني إحنا مثلا كنا بنتكلم الفترة السيفية من مثلا 1 أغسطس لآخر أغسطس أو من 1 ستمبر لآخر ستمبر فقد حرية تحديد فترات القيد أو مد فترات القيد بالنسبة للعبين للاتحادات انت شايف الفترة بتاحتك المناسبة كل واحد حسب اللي هو انتخاذ قرارك من نفسك لكن مبارح مثلا إنفنتينو طلع وتكلم فيه إن فيه اتحادات بدأت تتكلم على إنها ترجع المباريات بعد انتهاء الأزمة يعني عايزين نشتغل عايزين نرجع المرشوات عايزين نشوف نعمل إيه فهو انفنتينو مبارح قال إن يا جماعة لازم تفضلوا هاديين شوية لحد ما نتأكد وإن فيه نوع من الحماية للعبين وإن إحنا عدينا المرحلة اللي هي بتاعة الخطر على أساس إن إحنا نبدأ صحيح يعني انفنتينو نفسه قال إن فرض استقناف المسابقات المحلية بدون أمان بنسبة 100% ما تستعجلوش يعني هي المسألة كلها لأن طبعا الاتحادات الأوروبية شايفة كمية الخسائر اللي عندها يعني إنت بتتكلم مثلا في الدور الإنجليزي في مليار و 2 من 10 أو مليار و 600 مليون جنيه سترليني خسائر للدور الإنجليزي إنت بتتكلم في 3 مليار خسائر للدوريات الأربعة الكبيرة اللي هي الفرنسي والإيطالي والإنجليزي والأسباني وأنت بتتكلم في أرقام كبيرة جدا بالنسبة لهم فهم عايزين يستعيدوا المسابقات على أساس إن هو يعود شوية من خسائر يقدر على الأقل يعني أنت بتتكلم إن يوبنتوس مش قادر يدفع مرتب رونالدو أو فيه مشكلة عشان إنه خفض مرتبات اللاعبين في برشلونة أو في ريال مدريد أو في موشس بسوء الكلام والأزمة اللي فيها الكرة على مستوى العالم كله هل ممكن من حق النادي يعني يقدم على خطوة أنه هو يقلل مثلا أن عقود اللاعبة عنده من غير ما اللاعب يوافق؟ لا ما يقدرش لازم اتفاق الطرفين يعني هو حتى في فيفا في الوثيقة بيتكلم على ضرورة الاتفاق على تخفيض النسب المرتبات بس بين الطرفين يعني اللاعب يوافق والنادي يوافق الطرفين لو قاعدوا اجتمعوا عشان كنا برشلونة ما جاي أخذ القرار كان واخد موافقة اللاعبين لانا أخفض بنسبة كذا طب نشوف نعمل ده كله لابد بس أي اتفاق لابد أن يتم بينه للطرفين مفيش طرف ياضي يعني النادي ما يقدرش يقولي أنا واخد قرار بكذا رب احنا عندنا مثلا عندنا احنا عندنا في مصر مثلا الأندية المصرية عملت ايه أو الأندية الكبيرة هل في نية هم يعملوا تخفيضات كده ولا برضو هنسمع على خنايات اللي بتكون زي كل سنة أو كل كم شهر خنايات على اللاعب أو المالين بص إلى هذه اللحظة اللي احنا بنكلم فيها ديت مفيش لابد يفكر ان هو يتكلم مع لعبته على تخفيض الرواتب بتاعته ومفيش لعيبة فكرت ان هي تتكلم مع الأندية على تخفيض الرواتب بتاعته ومفيش يعني حتى التبرعات كل نسمع نبين المؤولين قال ان هو هيخفض 50% اللاعبة والجهاز الفني بس ما عرفش هل تخذ بالفعل ولا دي لسه مشاوراته ده مواضط اللاعب و اللعبة تتعطيط stand life and love you انا موفق ان هو نخفض الرواتب بتاعو وبعدين لكن قم بتيجي على نادي المؤولين الرواتب كام يعني بتاع نادي المؤولين يعني مش زي الاهلي مش زي الزمالك مصبح رواتب اللاعب بتاع النادي المؤولين مش هتقارنهم بالالو والزامالك انت عندك الطب التاعك هو الزمالك فبالتالي اللي تهم هينا توقع في الاهل والزامالك ما خدوش قرار ما لسه ما خدوش قرار كمان يعني أنت النهاردة الأهلي بيكلم في حسام عشور بيكلم في أحمد فتح بيكلم في 22 مليون يعني أنت بتكلم في أرقام عالية جدا بالنسبة لتجديد التعاقدات وما فيش يمكن القارئ أعلن أنه مش هيخفض اللعيب مش هيخفض الرواتب سواء اللعيب وهيلتزم بدفع الرواتب كما هي لكن إحنا بنتكلم حتى في المبادرات بتاع التبرعات بتكلم في مليون جنيه يعني اللعيب مليون جنيه دي مثلا لو سمعت التبرعات بالنسبة لكل لعب قول عشر لعيبة يعني كل واحد يدفع كده خمسين ألف ميت ألف مثلا يعني بالنسبة له لازم المبادرة تبقى أكتر من كده فالاتفاق ما بين لتنين لابد أن هو يتم على أساس تخفض المرتبات لأن السنة الجاية هتقابل الظروف أصعب لأن تأثيرات كورونا ممتدة معاك خاصة الاقتصادية في الفترة أساس طرق رمضان ناخد رياضي الكاتب الصحف البهرام شرفتين أفندي مصرح خير ويوم سعيد عليك إن شاء الله مشاهدين الكرام بكده نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في هذا الصباح بكرة بعد موجز تمانية صبح حلقة جديدة وفريق عمل جديد حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر